السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح يا رب تكونوا بالفخير وصحة وسلامة ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون نجحة ومحقق عليكم كل اللي انتم بتبنون الارفة الارفة لها فوايد كتيرة جدا ممكن تساعدنا احنا كمربيين طيور نطور من الانتاج ونطور من حاجات كتيرة جدا تخص صحة ومناعة الطيور يعني لها بعض الفوايد كده مكتمعة مع بعضها تقدر تستغلها حضرتك وهتغنيك عن ادوية وتغنيك عن بعض الاكلات التانية وهي هتستخدم كمكمل غذاء يعني بكميات قليلة لذلك الارفة تستحق ان احنا نعملها فيديو مخصوص علشان نقول لك فوايدها وازاي تقدر تستغلها وتقدمها وتاخد منها اكبر فايدة قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول بشكل مباشر كده هندخل على فوايد الارفة لان الموضوع ده سم ومليان حاجات كتيرة هتفرحك لان الارفة مش حاجة غالية وتقدر تستفيد بها استفادة كبيرة جدا اكبر من سعرها اول حاجة بتعمل الارفة على زيادة افراز انزيمات الجهاز الهضمي مما يساعد على الاستفادة القصوى من الغذاء يعني ايه الكلام ده؟ يعني الارفة بتساعد الجهاز الهضمي ان هو يبقى عنده قدرة اكبر على امتصاص الطعام وهضم الطعام بسرعة طيب امتصاص الطعام وهضم الطعام بسرعة ده هيخلي الانتاج اسرع لان الطائر هيبقى عنده مقدرة ان هو يخلص دورة الهضم ويدخل في اللي بعدها يخلص دورة الهضم نفتح شهيته يأكل تاني وهكذا لكن طبعا بناء على نوعية الاكل اللي انت بتقدمه للطائر هتاخد انتاج او هتاخد زيادة في الدهون او زيادة في اللحم حسب نوعية الاكل ممكن تاخد بيت ممكن تاخد لحم ممكن تاخد دهون يعني انت لازم تاخد بالك من نوعية الاكل اللي انت بتقدمه للطيور وانت بتستخدم الالفة حلو فدلوقتي فيه افرازات هتزيد اكتر لانزيمات الجهاز الهضمي وده هيساعد على الاستفادة من الغذاء وامتصاص الغذاء بافضل شكل كذلك برضو هي تعدم مصدر جيد جدا للمنجنيز والحديد والكالسيوم وكل حاجات دي احنا بنستغلها وبنستفيد منها استفادة كبيرة في الطيور بتاعتنا وبعد كده بتتحول الاستفادات دي كلها لنا احنا لما نييجي نستهلك البيط او نستهلك حتى اللحم بتاع الطيور لحم الطائر اللي متغذي كويس انت هتتغذي به كويس بعد كده والبيضة بتاعت الفرخة اللي متغذيها كويس انت هتستفيد بيها استفادة كويس فانت ما تفتكرش ابدا ان الفوايween دي كلها مجرد بس تعزيز لصحة الطائر لا ده تعزيز لجودة الانتاج وكفاءة الانتاج بشكل أو بآخر تمام لذلك لازم ننوع ان القرفة فيها منجنيز وحديد وكالسيول برضو بتعمل القرفة على مساعدة تدفق الدم لجميع الأجهزة يعني بتنشط الدورة الدموية وده بيزود من الحالة الصحية للدجاج وبرضو الحمام وكتير من أنواع الطلور يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيخلي الدم يمشي في العروق بتاعت الطائر بشكل منطفم وبشكل متضفق ويددي نشاط يدي نشاط ليه الطيور لما الطائر من دول يلاقي نفسه بيدم ماشي في عروقه بشكل سليم ومفيش اي نوع من انواع التجلطات أو حتى بطء تحرك الدم اللي هو الضغط المرتفع وكل الكلام ده بيحصل ليه؟ بيحصل لبعض انواع الاكل اللي بنقدمها للطيور وساعات بيحصل بسبب الاجهد الحراري أو بيحصل في البرد وفي الشتاء سبب البرد الشديد يعني تفاصيل كتيرة جدا ممكن تؤدي الى ايه؟ الى بطء تحرك الدم في الشرعين والاوعية تمام؟ الارفة بتساعد على تدفق الدم بشكل كبير جدا وده هيبان بشكل كبير في الانتاج وهيبان في حركة الطائر ونشاطه وهيبان برضو في امتصاص الاكل وتحويل الاكل الى فوايد في دم الطائر تمام؟ برضو الارفة بتعمل كمضاد بكتيري للبكتيريا الضرة في الامعاء فبالتالي بتزود من نشاط البكتيريا النفعة وده بيحدث توازن في الامعاء كل الكلام ده احنا هنحتاجه خصوصا لما نيجي نقدم ادوية معينة للطيور بعض الادوية اللي بتقدمها للطيور وبعض الاضافات والاعشاب بتدخل تطرد كل حاجة موجودة في المعدة سواء البكتيريا النفعة او البكتيريا الضرة طيب دلوقتي البكتيريا النفعة والبكتيريا الضرة لو طاروا من المعدة الاتنين مع بعض كده الطائر هيبقى عنده مشكلة في الهضم هيبقى عنده مشكلة كبيرة في الهضم وامتصاص الطعام لان بكتيريا النفعة مهمة هي بكتيريا قابس نفعة فلازم حضرتك تعمل ايه؟ لازم تقدم الارفة علشان تعمل توازن في الامعاء توازن مايكروفلورا الامعاء توازن في مايكروفلورا الامعاء فاحنا لازم نزبط ده عن طريق الارفة ونستخدم الارفة بالطريقة اللي هقولك عليها برضو الارفة بتعمل كمضاد للأكسادة وده بيمنع تأكسد خلايا الجسم وبالتالي تعوق الاصابة بكتير من امراض والالتهابات يعني مضاد للأكسادة كده عاملة زي الزنجبيل يعني ايه برضو؟ يعني بتخلي الطائر يقاوم اي التهابات في الجهاز التنفسي الجهاز العضمي جهاز الاخراج تمام؟ الاعضاء المختلفة حتى الالتهابات اللي في الاربطة والمفاصل والجلد كل حاجات دي ممكن تخفى عن طريق الارفة ممكن تعمل مقاومة لها وعلاج لها احيانا عن طريق الارفة برضو بتعمل الارفة على تقوية الجهاز المناعي للطيور ولذلك تعمل كمضاد فيروسي يعوق تكافر الفيروسات في جسم الطائر يعني مثلا انت دلوقتي لقيت طائر من الطيور عنده انفلونزة او عنده برد او حاسس كده ان في انفلونزة طيور وخايف انها تنتقل بقى الطيور عليك وعلى الارفة لان الارفة هتعوق انتشار الفيروس وهتعوق تكافر الفيروس وهتخلي الطيور تعمل مقاومة في جسمها ضد اي نوع من انواع الفيروسات الممكن تدخل عليها وتعطل الانتاج او تضر بالصحة تمام فمهم جدا انك تكون عارف الفائدة دي علشان تستغلها في الوقت المناسب كذلك برضو الارفة بتفيد في الوقاية والعلاج من التهابات الجهاز التنفسي النتيجة عن الميكروبات التنفسية يعني بعض الميكروبات التنفسية كده بتدخل تدمر الجهاز التنفسي تجيب الاتهابات في الرئة فممكن تستخدم حضرتك الارفة علشان تتخلص من كل ده طيب ازاي حضرتك ممكن تستخدم الارفة وتستفيد بها الاستفادة القصوى موضوع بسيط خالص نص معلقة نص معلقة الطعام على لتر الميا معلقة الطعام دي عارفها نصها بقى على لتر الميا مغلي مغلي وتضاف بعد ذلك على تلاتة لتر تلاتة يام في الشهر يعني الكلام ده يعني حضرتك هتجيب لتر ميا وهتحط فيه نص معلقة الطعام وتغليه كويس وانت مغطي العبوة علشان خاطر ايه علشان خاطر لو فيها اي حاجة تطير ما تطيرش مع البخار بعد كده هتحط الكمية دي كلها على السقاية التلاتة لتر وهتقدمها تلاتة يام متواصلة في الشهر تلاتة يام متواصلة في الشهر لو عملت الكلام ده مش مكلف تلاتة يام في الشهر من القرفة فوش اي نوع من انواع التكلفة بس شوف هتدي فواد قديل الطائر وشوف هتزود الانتاج ازاي وشوف هتخلي الموضوع رايح في حتة تانية تماما هتخلي الانتاج والصحة والمناعة وكل حاجة هتروح معاك في حتة تانية وهتستفيد استفادة كبيرة سواء انت فاتح مشروع لتربية الطيور ومستنى ارباح من البيض او اللحم او حتى بتربي في البيت وبيه بتستفيد استفادة شخصية ده كان الفيديو ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته